لكنه فكر متخلف فكر ليس له اي اساس قفزا على كل هذه المرجعيات الدستورية والقانونية والدولية شكل الانقلابيون ما اسموه حكومة مكونة من 42 حقيبة وزارية مناصفة بين الحوثيين وحزب المخلوع صالح خطوة طالما حذر منها المجتمع الدولي والمبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ الذي عاد الى المنطقة لبدء جولة جديدة من المفاوضات ابتدأها بلقاء وفد الميليشيا في مسقط قبل ان يستعد للذهاب للمرة الاولى الى مدينة عدن حيث يتواجد الرئيس هادي الرئاسة اليمنية سيكون موقفها مختلفا عقب هذا الاعلان حيث صرح البيان الرئاسي بالقول ان اعلان الميليشيا تشكيل حكومة يعد نسفا لكل جهود التسوية والسلام كما حملت الانقلابيين تداعيات هذه الخطوة مهددة كل من يشارك في هذه الحكومة بالملاحقة القانونية كونها لا تستند الى اي شرعية دستورية بدأت المواقف الدولية والاقليمية بالنضوج حيث اعلنت الخارجية البريطانية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي استنكارها لتلك الخطوة واعتبارها تهدف لارباك المشهد السياسي وعرقلة مسار السلام في اليمن المبعوث الاممي حتى اللحظة لم يصدر عنه اي موقف وان كانت التواقعات تشير الى انه سيدين هذه الخطوة كما ادان قبل اكثر من شهرين قرار تشكيل المجلس السياسي الذي اعلنه الانقلابيون ولم يحظى باي اعتراف دوليا او اقليمي مراقبون قالوا ان الانقلابيين يهدفون الى خلط الاوراق السياسية وارباك المشهد اليمني في الوقت الذي لن يخسر منها سوى الانقلابيين انفسهم كونهم يفرطون باخر ورقة سياسية يمكن ان تكون بديلا للحل العسكري بالاضافة الى انهم يثبتون للمجتمع الدولي حقيقة مزاعم طرف شرعية ان الانقلابيين غير جادين في تحقيق اي عملية سلام الشارع اليمني استقبل هذه الخطوة بالكثير من الاستياء والتعليقات الساخرة وهو ما جعل هذه الحكومة في نظر الكثيرين مولودا ميتا لن يكتب له البقاء الا كأحد وسائل الابتزاز وتعقيد الازمة عودة رئيس الحكومة الى مدينة عدن بعد ايام من عودة الرئيس هادي تشير الى ان الحكومة لم تعد لديها خيارات خارج الحل العسكري اذ بات هذا الاخير النافذة الاكثر فاعلية في ظل انسداد كافة منافذ الحل السياسي والذي صار بعد تصرفات الانقلابيين ضربا من المستحيل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر